التمن الأولاني اللي واجب على كل واحد في نتجاه نفسه إنه يدفعه وبنفس رضية عشان يحمي بره بأهله هو وضع خط أحمر للعقوق وضع خط أحمر ما قربش منه للاعتداء على أهله عايزين نوقف النزيف ده نزيف إيه؟ نزيف أخلاق الافتراس اللي بتطلع من الآباء والبنات على أهليهم الصوت العالي النظرة الحادة طريقة الكلام اللي فيها هجومية وإنت ممكن بقيت دلوقتي أقوى جسماً وصوتاً واستغناءاً إنت عارف لما بيبقى مثلاً إنت مسافر برة مثلاً عندك عقد عمل وفيه وراء اكتشفت إنه نقص ولو ما تمضتش من الموظف الفلاني مستقبلك في الشغلان دي هيضيع بصو أنت داخل إزاي عليه بتقول بعد يزنى حضرتك ومراعي انشغاله ونبرد صوتك وعينك بتبص برحمة عشان ينضيلك على الورقة دي شايف السكون اللي إنت فيه إنت أهلك معاهم أوراق دنيتك وآخرتك تيسير الرزق في الدنيا ورضى ربنا في الدنيا والآخرة مرتبط بأهلك الطيبين اللي ساعات الواحد بيبقى عنده أخلاق الافتراس وبتكلم معاهم لما أنا بقيت قوي خلاص لازم أدفع التمن دا مش سهلة ومحتاجة ضبط للنفس اللي ضمنا إنه هم هيزعلوا شوية وبعدين يصلحونا محتاجة في الأخير أنت اللي بينصلح حالك يعني لما أنا بقى أدفع التمن دا أنا اللي ببقى قريب لربنا ويتيسر لحياتي قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بر أباه من شد إليه الطرف بالغضب شد الطرف بص بغضب كده لا أنت ما بردش أبوك لما عملتك طبعا 80% العلم بيقول كده 80% من الاعتداء بيبقى على الأم وعايز أفكرك يوم ما سيدنا إبراهيم نبي وأبوه بيصنع الأصنام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك هضربك بالطوبة موتك وهجرني مليك لعبرة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية علمونا أسدتنا لما حد ملكش عليز عيء يديئك زي ما أنا بقى عم كتقوله تمام مثلا أهلك بيزعقوا وخرجوا عن شعرهم وقالوا كلام أنت عندك القدرة أنك أنت تسكت أبوك وأمك بقوتك وصوتك وعينيك قال لك لا بس أنت ملكش عليه زعيق ما يفعش تزعق له فلما يتزعق لك بص كده أقوله تمام 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 دي هتحسسك أنك أنت ما كنتش ضعيف بالذات لو كان في الوقت ده أنت حاسنك ما عمدتش هي غلط وما فيهاش اعتداء وما فيهاش تعدي للخط الأحمر بقى جرب بس اللي قلت لك عليه كأن ربنا بينهى عن العنف مع الأهل وهو في وسط ما هو بينهى عن الشرك وقتل العيال وقتل النفس ثاكر الخضر في قصة سيدنا موسى لما سأله وانت ليه عملت كده في الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمني اسمع كده بقلبك فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أنت مؤمن سأسألك سؤال أنت مرهق لأهلك طغيانا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أنت مين فيهم؟ اللي مرهق طغيانا بصوته وطريقته ولا أنت أقرب رحمة عشان كده التمن الأولان يحط خط أحمر للاعتداء والعدوانية على الأهل وإحمي برك بيهم وكل ما تتعدى الخط الأحمر ده في نبرة الصوت في نظرة العينين في الألفاظ اللي بتستخدمها اتأسف أسف فيه تواضع يمحو أثر تعديك للخط الأحمر ده ساعتها دي بداية دفع تمن حماية برك بأهلك